موسيقى موسيقى حاجة ضرورية كتقولان الله أمينة هذه هي اللي خصصكم في الطبق موسيقى 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 يداطني أحسن هدية في المواخراني ما fishe ю ان شاء الله دايما دايما تساعدها والمشاهدين ديال كلو شاعا الله شعادا 왕ن شفوين للخير في بلادنا مساء الخير مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة نبرلمجكم فطور مع ماريا ومع مشهور وليوم ضيفنا لهذه الحلقة فينا القادر محبوب عن نحن المغربة كامين أكيد كبرنا عن الأغاني دياله الموسيقى دياله النقية الفن دياله الراقي ما كينش لي كتقوليه خالد بناني وما كيعرفوش اللي حاضر معنا ونتقسمه معه اليوم مائدة الإفطار سيدي خالد مرحبا بيك ورمضان كريم السلام عليكم شكرا على السيدة فلا ماريا حنا كيف كل سنة كنجيو نحضره معكم في المائدة الرمضانية ونبركوا الأحبة ديالنا المغاربة ديالنا في العالم وكذلك الأمة الإسلامية نبركوا لهم رمضان إن شاء الله يدوز عليكم بالغفران يلول وصحيحة والسلامة ولهنا مع الأهل يلكم إن شاء الله اللهم آمين أنا اليوم فرحانة أنك حضر معايا وفرحانة أنك لابس لون ديال الميكروف سيدي خالد مرحبا بيك شرفتين اليوم غنتقسمه معك مائدة الإفطار لكن قبل ما أدو إن شاء الله نيروح الدرداشة رمضان كيفاش تخلي عليك هذه السنة كيفاش كتشوف الأجوال أكيد أنه السنة الفاريطة عشنا رمضان شوية بائس لأنه مكانش نخروج وما كناش نتلقوا مع العائلة هد العام شوية واختا هو مزير لكن شوية قدروا أننا نقلسوا مع العائلة والتباعد وبالزيف ديال الحويج فكيفاش تخلي عليك رمضان هذه السنة وشنو الحويج لك تقوم بهم رفقة زوجة ديالك والعائلة أنا رمضان كي جيني دايما وخاف الدار وخاي تسجني في الدار بالنسبة لي لرمضان شهر منتع الراحة النفسية لأنه في العبدة وفي التقرب وبن الله سبحانه وتعليه دونك تحتاج للملاهية ما تحتاج لحاجات تقلبت لها وتخرج ثالث حكتك تتحك بواحد الاعتدال لأنه وقت الصح هذا الشهر المبروك يعني تتقلب على على هذيك تصفية الروح ديالك من كل ما هو خايف فيك وتصالح مع اللي غضبان معاه ولي معاه وكاده وتصالح معروحك هذا هو الشهر الفاضي اللي صالح لأنك تحضر فيه الروحانية بالنسبة للينا نتحصلوا في الدار أو نخرجوا ما عنديش مشكل والمهم نكونوا بصحة جيدة مع الحباب نسمعوا لهم الخبار الخير والحمد لله كانوا وسائل التواصل بحل بحلكم يعني كتقربونا من الناس قربونا من الحباب نحن الحمد لله بحل اللي رحنا في بيت واحد كلنا سيدة خاليد ليلة أمين الله يحفظها لك يا ربي كانت تحضر معنا اليوم لكن عندها الضياف وخطفناك حنا معنا الضياف جبناك اليوم في رمضان فشلو الشهيوات اللي خص ليلة أمينة تحضروا من سيدة خاليد في الدار وشلو الحاجة الضرورية يكتبوا ليلة أمينة هادي هي اللي خصصكم في الطبلع من الأساسيات؟ من بعد الماء الحريرة الحريرة كان نظننا كل بيس مغربي اللي خصو الحريرة لأن حريرة المغربية لا يعني عليها ديان شركة تجيك شهيوات كل شي في قبل إفطار كيبال كل شي عتاكله في إفطار كيبقى لكي الحاجة اللي مهمة أنا الحلوى شباكية كتعجبني كتعجبني التمار هدود بحاجة اللي اللي نبغيهم والخبز خبز كتعجبني الخبز اللي باش نقولك دبال حريرة مغربية وهذين بي كانوا الحاجة اللي مأصلين في المغرية في الجذور في التوراعة المغربية كتعجبني كلهم حاجة يكونوا كيكونوا سامل في التحضير ديالهم وليني رائعين في اللفل يعني في كوجبة أنا الخبز والحريرة شباكية تمر الماء هدو كيفيوني أنا زعمل الحمد لله نحن إذا كان يتمر الماء هدو كيفيوني أدرت شي خير خور مرحبا بحاجة اللي وجهت لنا تبارك الله مهلا لك سادة أقل حاجة اللي رفح قصيري خالي ولي زمين أنا تشوي وجهتها بيدك تبارك الله عنك أنا نشوف الحدقة ماريا وجهتها مسكينة بيدها وكواتي اديها وأرنا أموري مسكة تريس كواتي اديها مسكينة باش تفرح بالدف ديلها والليل من شاء الله دف ديلها وتوجي طبلتها مشيت وتشري لديك شي أهمبورتو علي وتنزلي لا تصوت بيدها باش نشوف الحدقة ديالها باش نحسو رمضان باش نحسو بلاله ماريا باش نشوف لا العرس ونفرحو بيها إن شاء الله نشوف يكون إن شاء الله تدخل دي النظر رمضان إن شاء الله نفرحه بك لأنه معزتك غالية أنت دايما بشو شي يعني يعني كتعطي له وحد الخانات دي لكم عطي له وحد اللمسة انتع الطيب وبا وحق الله إن شاء الله أنا كل عام كنجيب وأنا فرحان طلقها معك لأنه فخاش ما طلقها معك كنشوف مريا شوفتها في عندي في نسبة لي هي المرح هي السعادة هي الحب كت والله الله يحفدك الله ينزدع ما كلام لي جاب ليه الدماء لكي ما غالبكي كلام صادق لأنه من أخي يعزوكي وكنشكروه ينطلق الناس اللي متبعينكم ويقبلوا علينا ويقبلوا على هادرتنا ويقبلوا على شكلنا ويقبلوا على تحنا اللي عكي همنا هو أنكم تما شرفنا الحضور معكم لأننا تما الوصل بيننا وبين جمعورنا وناسنا وشرف لينا أن يكونوا حضرين معنا فناني الكبار اللي عطاوه الشيء الكتير للساحل الفنية المغربية وسيد خاليد ما شاء الله تاريخ ديال الفن الشعبي وبديتي بديتي وانت صغير و لم أكن بديت أين كذلك كنت رجعت هذا رجعت مع شيء يعني بديتي أنت صغير بالزاف الناس اللي ما عارفينش أنه بديتي وتكرفستي في المجال الفني كيفما ذكر أولا هضرنا في حوار سابقا يعني ركبتي في الطوبيس وصيبتي الغانب فبغينا نسترجع معك هذوك الذكريات ديال الوقيته اللي بديتي في المصر الفني ديال ما أجمل الطفولة لأنها الطفولة ما تمكنك شهر منها وذيك الباساتة اللي في الطفولة وذيك كل وقيته شبعة من بعد حيرمان شي حاجة ما كتوصل لش ما مركبتي في مبادعات كبار وعاد تشوف الطيارة وعاد تشوفها تشيرات تدريجي ذيك شي كي يجيب شوية كي يجيزوين في حياتك ماشي كتجوت وحالة بتف النجاح للفنان ما جاش ونجح لا من بعد الجهود جهود 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 والنجاحات والإخفاقات وبينصير كتتتأثر باللي حواليك المجتمع وكذا وهذا كتتلدد على المصر ديالك يعني فيه فيه تمارة واني كذلك فيه فيه حاجة تزوينين وحب انتع الناس ودلات دي خاليد الآدان فرق صيامنا ونفطرق ونكمل الحديث إن شاء الله محذر 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 ورجعنا لكم مشاهدينا بعد ما تقسمنا مائدة إفطار شهر رمضان وفي قسل فينا القادير سيدي خاليد بناني المعروف أن سيدي خاليد مدين التازة ومدين التازة الأكيد فيها تقاليد وعادات ديالها وشهوات ديالها ومدينة ديال الأصالة فاليوم بغينك تقربنا من شهوات اللي كتوك تقدموه مع العائلة لكي تميز مدين التازة مدينة تازة مدينة جميلة وناسها طيبين وحياتي اللولة اللي دوسها يعني ذلك البراء اللي دوس كلها تعلمتها في مدينتي اللي غانية بتوراتها من غير المكلار بتورات كله في البازنا التقافة يعني تقافة جميلة جدا ضربة في التاريخ طب الله منوعة عنا لسيما اننا كين ناس نتعز مخالط وعمل المكونات يعني كين القبائل اللي دايرين بنا يعني البرانستسو الغياتة الريف الأطلس يعني مجموعين كلنا مع الناس اللي جوا من وزان اللي جوا من تافلالت اللي جوا من الشخخة الجزائر من تلمسان يعني خالط وكل واحد جاب لنا واحد مكونات الغينة في الفتخة في التازية رائعة ومن المكلة اللي معروفين عنا في فتزا الفلم تقوقة اللي اسمعت بفلم تقوقة انت اعتزا خطيرة جدا الفلفلان مدخوقة مشي تخيل انت في فلم تقوقة رفتنا مدخوقة عندها توقوس راكي بشكي سوق في الفلم تقوقة بطريقة عجيبة جدا رقع الناس اللي بقلقها عند شي تازية يعني 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 ماذا نقوله بري جائزة أجمل نساء العالم أجمل نساء العالم هاد تازيات والقبائل اللي دايري مبتازة كلهم يعني جمال خلاب ذي شي جمال مغربي حر تخلي رجال كامي مورا رمضان مشي خطبه مبتازة ولكن المغربية كامية ما شاء الله جميلات لحظة هذا شي نسبي يعني الجمال نسبي نقول لك البلاسك تمتاز بالجمل مل جمال راكن في الشمال المغرب والجنوب والشرخ والغرب فين مومشي تيكت جبرى واحد الشكل واحد التامبر عند المرأة المغربية كل واحدة وسرها كل واحدة وجمالها الجمال لحدة قاة ما شاء الله المرأة المغربية ما كيش بحالة تقافة المغربية عريقة كييقولنا لإن المغرب بلد الحضارات وموالتقى جنا فأحد موالتقى ما بين الشرخو وأوروبا وإفريقيا وتجمعنا كل شيء والجالية اللي جات المسلمة واليهودية اللي جات من أندالوست هي زتنا الغينة التخفة دينا الغينة والغنى انت ما شاء الله فنان وطربتي الناس وغنيتي أغني جميلة وحيتي أعراس مغربية ما شاء الله اللي كبيرة سواء في المغرب ولا خارج أرض الوطن فنان ولد فنان ما شاء الله واللي ولدتي واحد ثمرة اللي اللي حلات عليك في الوسطة الفنية اللي هو ساليم بناني كرافاتا معروف كرافاتا وانت ما ديش كرافاتا فساليم من الفناني الشباب اللي قدر أنه يشق طريقه بوحديته بلا ما يقول لك بلا ما يقول أنا ولد خليد بناني عاونوني ولا أنا ولد خليد بناني خسيني ندوز هنا وهنا ساليم سبارك الله عليه خدم بوحديته بليكي بديالو كي تقاتلي كي خرج أغاني يبقى بشوية 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 حتى دار الاسم ديالو في الصحة الفنية فبغيت اليوم في هذا الشهر الفاضل كأب ديالو يعني الأكيد دائما إلا ساليم خويا فبغيت الرضا ديالك غيوصله اليوم الأكيد في هذا الشهر الفاضل بوسك صدر لي على ساليم من الإبن وخليد بناني الأب الحمد لله راضي عليها لأن سرابي ديالو زوينا قبل من الفن قبل من الدراسة ديالو الحاجات الي عادي نبغي فيها بززاف أول حاجة سالأخلاق الحمد لله خذ الأخلاق وكي سمع الهضراء يعني رغم أننا نتغنوا في شي حاجة في الحياة من غير الفن يعني نهضروا في حاجات دائما ما كانت لقاوش في حاجات وكانت لقاوه في حاجات أو كان نجبر عندي صحف بعد واحد شهورة ولا هو يجبر عندي أنا الصح هذه الحياة يعني سنة الحياة الحمد لله مرضي الوالدين خليد طبع ديالو في المجتمع توا أنها معلموا أنها مش يدلعيب ميديش لناس يعني يخليص معاديل وأنهم نقلبوش على الشهرة نحن نقلبوه على الحب للناس هنا الحب للناس غير يجيبلك الشهرة وجيبك الفلوس وجيبلك السعادة وجيبلك اللي بغيتي الحب للناس أن عليك الحب للناس يخليك بعدها خليلك السمرارية هنا هي ذك نعلما فيه الحمد لله ركيز متسماع الهضراء أنه بشي يمكنه يستمر رماشي خرجشي إصدار اللي ووالزوين ومورة زوين ومورة زوين فهو فنان وذلك يجب الوصفات الذي يجب الأخلاق والإستوائيات وعطي الله حسن صفاء وحسن الحمد للله غيرتني خصيا أنه سليم هذه السنة وخا كانت سنة بقيسة وسنة الكورونا إلا وكانت نجاح بنسبة لسليم ونجاح بالأغاني دياله والدليل على أن شاهدوا بزاف دي الأغاني اللي خرجهم وكانت رومانسية وحزينة أمامته ووصلت للقلوب المغربة وكل شوفوا كل شي سواء لتيك توك ولإنستجرام ولفيسبو كل شي كي يطلقها الأغنية فرحتي بهذا النجاح ديال ورغم هذا السنة لي كان شوية صعبة فرحت بزاف لأن الفنان يفرح بذيك الفيدباك ذيك رد الفعل بالناس إذا أنا مني عندي ولدي إلا فرحوا لي بولدي ربح لي فرحوا بيا يعني وخما داشت الإصدارات هنا في هذه التلسين عادي الله خرجنا أول سنة بعدين نقلعوا إن شاء الله بدول السنة إن شاء الله دال 2021 إلا كم الله بخير وكان فرح مني كي دروا الإصدارات لعني علاش لأنه منسبة لي لي ديك التمرات ديالو ديك التمرات نتعد لديك الشي هاد اللي كي ديالي كان نشوف وشنو كي قاسي وشنو كي ستريسي وشنو كي في يوميات ديالو في الستوديو في الدار في كدام مني كي سيف طلي باش نشوف له باش نديلون كدرهم ونشوف ديك المتابرة اللي كينا عنده فصل الخطمة دون كان كان نحيي في هادي دون كان الحمد لله مي كان شوف النتيجة كانت هناك نفرح مها ديك صابورة يعني كان مجب صالك بالعربية يعني كان تلدو على ديك النجاح ديالو وشوف ولو نجاحات نسبية باقي لون هاد الخوط علاش انها ماشي بشوية بشوية ماشي ديك النجاح الباز كدلا علاش انها ماشيها كدايش تعلو يطفى حنا بغينها يكون دايما في قلب الناس ودايما في بالهم دايما كي يعرفوك ودايما يسمعوه منعي يسمعوه عليك ماشي يسمعوه عليك يسمعوه لك غير خير ان شاء الله اكيد انتمنى ان شاء الله انك تشوفوا دايما في خطة تابتة وتشوفوا ان شاء الله من النجوم الكي بارسة وقف مغرب وخارج المغرب والله يحفظ لك لالا سلمة الغزالة اللي يقول لي رجعتك جدا انت صغير اللي يحفظ للك يا ربي كديرا وكدير الوليد ديالا سلمة سلمة للمشاهدين الكرام سلمة هي توقع من تع سليم ولدي يعني عندي سليم وسلمة الله يحفظهم والحمد لله هي في عيشة في امريكا في نيويورك وتحياليها والنساب ديالي والزوج ديالها والنسابي الكرام العزاز وهي تطني احسن احسن هدية في هذا الكنفين موخراني ما اشتاش هي الحفيد ديالي هي نيس يعني ذيك الاحساس انت تكون جد انت تطبي هذه الكلمة كنا كنا نقوله احنا بجنت حكوه معنا جميع محسيز بها ذيك الكبدال المعاودة بغي مو كتحسب راسك وما كتتسوقش تقول لا راني اشترفت لا انا عندي الحفيد المهم هدى الرسالة كتقلب على انك اي 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 انسان ركيسين في الرسالة دياله اني شوف هذا المراح انتع انتع العائلة دياله تكوين العائلة مني كي بدامي الله من اللقاء مع زوجة ديالك تكتوصل للحفيد ان شاء الله المغربية يعني كانوا القنوات دبا كان ندوروا على القنوات لكيني كلهم علاش انه كي يحسوك بالطبع المغربي وكينه واحد المشكلة حالة بان الناس كيقولوا لا مقدمون ناش في سيد كوم زيانة مقدة احنا انا ما كانت غمض عيني على على يكون قبيح ولا لانا كنشوف هذوك الناس ارهم داروا مجهود كبير هذوك المبتلين وناس اللي كذبوا لانا كيشيفوا حضر فواجه يزدغي وخصوم يصوبوا السيد كوم سعي باش يدحك وباشي رضيك وبالي اذا احنا ما نشوفوهم نشوفوهم منشوفوهم منشوفوهم نتا عدارهم جهود باشي وننسونا في تكلماء اذا ما تتبعكوش ونقلبوهم على اه الجودة ولانا ما مشي وقت لهذا وقحنا وقت انا لما انا بالنسبة لي لي طلق القناة المغربية مع الطبلة المغربية مع الاسترال المغربية هذي كي السعادة عندي بنسبة لرمضانية اكيد اكيد سيد خالد ما فكرتيش اولا ما جاكشي عرض انا كدخول مجال التمثيل خصا هاد الساني شفنا مغنيين اخداو بيشعل التمثيل ودخلو كيمتلو شفناهم في لسيدكم في افلام سينمائية وتلفزيونية ما جاكشي عرض ما فكرتيشي نار انك تمثيل جاوني جوجل عرض شحال هذي بلا ما نتكر معاما في السلسلات هذو اللي كانوا در رمضانين ولان الادوار اللي اعطوني اولا جاتني في اللو والخلعة من بعد قلت انا راه راه هذين دير راسي بحال لانا كان في الحياة اليومية ديالي في ديك نفعلة ديالي بالدحك ديالي بكل شي زعم ذيك الزوين والقبيح فيها عدين نبينو في التمثيل هذا وتشخيص يعني وفي تالي الادوار اللي اعطوني شوية واحد دور اعطوني اني عادين مثل انا المغني ومرت زعم ما عدي بداي غير رجلها يعني بحال هي كتبغي المغني وعدي بداي غير رجلها قلت انا ما ندخلني ماد المتاهات انا بحالك دا الادوار اللي ما عطونيش ادوار اللي جوني سلبيين ديك الادوار يدوني ممتيل اللي يقدر يبدو يدخل في الدراما كيف أما أنا مغني جوني ديك العالم الوسط أريد أن أدخل في واحد ديك نضراه أون دوسر هنا بواحد اللي نمساق دا ما ندخل ذلك الداخلت في الأدوار القبيحة الخبيط تبقى للناس للصورة القبيحة وهربت اما بغيت تشغر انا بغيت غير لا بغيت انا هنا كونوا راضين علي الناس انا لعندي الجمهور بعيني ازعم في حياتي دائما كان عندي الجمهور هو الحاكم هو كل شي يعني انا كان عا تقدم شنو عندي ومكن تمنى دائما الله انا يرضى علي الجمهور دائما دائما اكي ان شاء الله بإذن لو كذلك الجمهور كيتسن انك تغني لي اليوم شي حاجة شي حاجة بسيطة تقدمها اليوم مناسبة شعر الله بالنسبة للمدان خسنا نغني بشي حاجة روحانية دينية وخا ما كانش الموصاحبه كانت شي صعيب انك تغنيه ما كانش الموصاحبه ببوحدك احنا صحابك لا ماشي الصحبة ماشي الصحبة الموصاحبة في العكس انا فرحان معك رك يعني معمر لي معمر لي الجلسة بالضحيكة ديالك والبشاشة ديالك مولا يصل على محمد وعلى سداتنا آله وصحبه الكرم يا رب صل على محمد وعلى سداتنا آله وصحبه الكرم الله 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 إيا مولانا يا ربي خد بيدي ؟ ههههههههههه اثنان ما يكون شهادة Skype يسح Lindck ويساج juro لك سيدي وخالي نترك أي جديد جسد السيد ونتظرò الله كلي جديد انتحور في عائل ودخل لا Epis الجديد جديد قيمة للجمهور والفن الله يحفظ لك للا أمينة رعزيزة عندي بزا الله يحفظها يا ربي ويخليها لك باركة فكلمة أخيرة الجمهور اللي تبعك على شوف تي في ولي شافك فات الحلقة أول حاجة نعود نباركي وجدد نبارك لكم رمضان إن شاء الله يدخل عليكم بالصحيحة ويخرج بالصحيحة والسلامة والغفران لنا ربي يتقبل من نوم منكم الأعمال ويلاقينا إن شاء الله معكم مع اختي ماريا عزيزة ماريا شوف تهايفي أنا دائما كنسف لك مريا شوف تهايفي إن شاء الله دائما أنتي سعيدا والمشاهدين دي كلهم إن شاء الله سعادة إن شاء الله ونشوفوه الغير فبلادنا إن شاء الله ويجمعنا أرصي تربي بالإحباب الغيبين اللي في المهجر كل شيء اللي في الجالية الحبيبة اللي كينابره والجالية المسلمة واليهودية اللي كينات يحبو البلاد يعني اللي يجمعنا بيهم في البلاد بغينا هنا نفرحه إن شاء الله يزول الوباء وإن شاء الله تكون الفرحة تعمل الفرحة وإن شاء الله ما كان الخير في المغرب إن شاء الله شكرا لك سيدي خاليد شرفتيني وطلقا إن شاء الله مرة أخرى إذا مشاهدنا كرام وصنا نهاية حلقة فطور مع مشهور وضيفنا لذلك الحلقة كان ورفنا القادر سيدي خاليد بناني مسخينا شبيه ومسخينا شبيكم كندربوليكم وعيد إن شاء الله غدا في نفس توقيت فطور آخر معكم الآخر إلى اللقاء